لم تكت تنضي ساعات على عرض الانتي في تقريرا يظهر التصدع في مبنى فيلم صيد بيسكنه ما لا يقل عن 85 عائلة ومهدد بالانهيار حتى سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باتخاذ قرار بإخلاء المبنى وترميمه على نفقة الهيئة العليا للإغاثة التي بدأت فورا التواصل مع لجنة الأهالي وعقدت مع عضائها اجتماعا مطولا للاتفاق على الخطوات المقبلة وعلمت الامتي في أن لجنة من الخبراء ستقوم الأربعاء بكشف فني لمعرفة كيفية الترميم على أن يبدأ العمل فورا بعد أن يتم تأمين السكن المؤقت لسكان المجمع السكني وتشير المعلومات إلى أن الدراسات الفنية ستنجز خلال أيام وأن العمل سيأخذ بعض الوقت إذ إن الأضرار والتصدع الظاهر مخيف ويحتاج إلى إعادة تدعيم وبرشة عمل كبيرة لسيما في السقوف والأعمل الخرسانية إذ إن تسرب المياه إلى داخل الهيكل الإنشائي أدى إلى اهتراء داخلي وتلف حديد التسليح من جهتها أعلنت بلدية بيروت أنها وجهت العديد من الإنذارات إلى مالكي العقار كان أولها بتاريخ 24-1-2001 واستدبعته بثلاثة كتب آخرها في 2-6-2011 لكن مالكي المبنى لم يستجيبوا للإنذارات مشيرة إلى أنها تتابع الموضوع وفقا للأصول القانونية حفاظا على السلامة العامة